في ظاهرة توصف بالنادرة الطالبة حوراء من محافظة النجف ذات الأحدى عشرة سنة تحصل على شهادة بعلم النفس من جامعة ويسلين الأمريكية مرأس القناة الرابعة تحسين الشيخ زارة طالبة ونقل لنا هذه المشاهدات لم يتجاوز عمرها 11 سنة حوراء سلام الطالبة الموهوبة التي تفوقت على أقرانها بدورة في علم النفس وحصلت على شهادة دولية من جامعة ويسلين الأمريكية طالبة حوراء سلام بيان في الصف الخامس الابتدائي في مدرسة الموهوبين في النجف الأشرف وأمري 11 سنة بالبداية تخلصاني على الموقع الكتروني سجلس بي كان هناك العديد من الدورات لكن في البداية اخترت دورة باسم أو بعنوان الشيزوفرينية في البداية جذبني اسمها الذي هو الشيزوفرينية ما هي الشيزوفرينية بدأت بالاختبارات الأول ثم الثاني ثم الثالث والثالث كان النهائي والحمد لله حصلت على درجة امتياز مئة بالمئة وحصلت على الشهادة العالمية من جامعة ويسلين الأمريكية للأسرة الأثر الكبير في بناء شخصية التلميذ حوراء من النواحي الثقافية والعلمية فقد هيأوا لها كافة ظروف الملائمة لإنجاح مسيرتها العلمية وصق لمواهبها والله حوراهي من عمر هي وصغيرة تقريبا للسنوات بدأت عدها يعني تنبات لاحظنا هذا الشيء تميز بيها بكلامها بحركاتها دائما قامت تسوله في النفذ شيء يعني مثل الخيال تحدثنا قصاص خيالية أسئلة تسأل دائما هذا الشنو مثل يعني أسئلة فكرية يعني بدأت عدي إلها فد نظرة أي نبهت والذكتها تابعي ليها شوفي شندي جيد سئلة نحن قمنا نجاوبها على كل أسئلة اللي يجاوبها إضافة إلى دور الأسرة كانت لإدارة مدرسة الموهبين دور كبير لاحتضان الطاقات العلمية وخاصة الطفل حوراء بداية الطالبة حوراء هي من الطالبات المتفوقات والموهوبة جدا الطالبة حوراء بالنسبة لزميلاتها وزملائها طبعا هي لا تقل موهبة يعني عن زميلاتها وزملائها بمدرسة الموهوبين لكن اللي تميز بحوراء شخصيتها أسلوبها بالكلام عطائها روح قيادية اللي تميزت بها حوراء بالإضافة إلى أنه هي مواهبها وطموحاتها اللي هي أكبر من عمرها التلميذ حوراء سلام التي لم يتجاوز عمرها الأحد عشر ربيعا هي مشروع صغير لعالمة كبيرة إذ ما توفرت لها الإمكانيات اللازمة تحسين الشيقناة الرابعة النجف الأشراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر